هالخلطة رح تعطي يدينك منظر ممتلئ وتشد التجاعد وتشيل التصبغات والبقع الداكنة اهلا بنات كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير يلا نبدأ بالخلطة اول مكون معانا حليب باودر اللي هو الحليب المجفف يحتوي الحليب المجفف على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادم والبوتاسيوم وفيتامين دال والبروتينات وفيتامين بي سيكس والحديد والزنك وهو اكثر علاج طبيعي فعالية بتعزيز صحة الجلد وجماله ايضا بنات يحتوي على حمض اللاكتك واللي يعتبر مقشر كيميائي رح يزيل خلايا الجلد الميتة ورح يعطيك تفتيح ونظارة وترطيح راح يخلي الدينك نظيفة خالية من الجلد الميت ايضا بنات حمض اللاكتك يعمل على تفتيح البشرة وتنعيمها ويقلل من ظهور الخطوط والتجاعد وعلامات التقدم بالسن لان الحليب المجفف يعمل على زيادة انتاج الكولاجين ايضا رح يخلصك من المسامة المفتوحة ويضيقها ويخليها قطعة وحدة خالية من كل هالمشاكل ثاني مكون معانا بنات بذور الكتان انا هنا طحنتها لازم تطحنينها بهالخلطة بذور الكتان غنية بوميغا 3 واحماض دهنية تعزز من انتاج الكولاجين بالبشرة وتحد من اثار الشيخوخة وتحافظ على جمال بشرتك ايضا بنات بذور الكتان غنية جدا مضادة الاكسادة اللي راح تشد بشرتك وتشيل منها علامات التقدم بالسن ايضا راح تعزز من مرونة جلدك وتحد من ترخل الجلد وتحافظ على تماسك بشرتك ومظاهرها المشتود ايضا بنات توفر لك الترطيب العميق للبشرة الجافة خصوصا وتعطيها غذاء لازم من الفيتامينات عشان تخليها مليانة نظارة تحميك بذور الكتان من اضرار اشعة الشمس خصوصا في فصل الصيف وتعمل على حماية الجلد من الالتهابات راح اخلطهم كويس بنات مع بعض عشان يتجنسون قبل ما اضيف المكونات الباقية عشان ما يكون فيه تكتل معاي او يكون واحد من المكونات متجمع على جهة وعشان استفيد من كل المكونات ثاني مكون او ثالث مكون معانا بنات سكر ابيض هذا سكر عادي راح تاخذين سكر ابيض ناعم ما تاخذين السكر الخشن عشان ليس ببلك التهاب وليس ببلك جروح او خدوش او حبوب انا بالنسبة لي يلعب في بشرتي السكر الخشن فلازم ااخذ ناعم يعتبر سكر الابيض مقشر رائع لازالة الجلد الميت وتخليص البشرة من الطبقة اللي هي طبقة الجلد الميت المتراكم ايضا يخلصها من الشوائب ويعطي بشرتك لمعة بتلاحظينها بعد ما تشلين المقشر من يدينك وانا هنا خلطت المكونات المجففة مع بعض عشان ما تتكتل ونيجي هنا للمكون السحري الحب اللي انا اعشقها اللي هي الطحينة الطحينة بنات من اروع واجود المبيضات الطبيعية وعن تجربات تبيض البشرة بنات بشكل وتشيل لك كل اثار الشمس من تصبغات وسواد وبقعداكنة وتصفي بشرتك صفاء خيالي تخلي يدك قطعة واحدة حرفيا خالية من المفاصل الغامقة التصبغات النمش الكلف اي شي في يدينك اغمق من بشرتك راح تشيله وفوق هذا راح ترطب وتتغلغل باعماق بشرتك وتعطيها الترطيب العميق ونظارة خيالية والاحلى من هذا كله النتيجتها تبين من اول استخدام قسم بالله بنات عن تجربة اعتمديها خصوصا اذا عندك مناسبة قريبة الطحينة تعتبر كورس تبيض كورس تبيض حرفيا واتحد اي احد يقول غير هالكلام لاني انا مجربة على نفسي وترى الطحينة بنات اذا خلطيها لحالها محليب سايل راح تشيل لك الهالات من اول استخدام فعلا فعلا سحر خيال اعشقها الطحينة حرفيا بنات خلصتني من مشاكل كثير وتصبغات طبعا الموجودة في الركب الاكوار جزة القدم راح تشيلها لك حتى مفاصل رجولك اذا فيها تصبغات من الكعب والجزم وانتم كرامة راح تشيلها لك نهائيا ثالث مكون معانا بنات انا استخدمت هنا زيت فيتامين اي ممكن تستخدمين زيت اللوزو الحلو او زيت الارغان اي زيت تبيض وتفتيح تحبينا استخدميه مع هالخلصة زيت فيتامين اي مليان وغني بمضادات الاكسادة اللي تحارب الخطوط والتجاعد وتشد البشرة لان بشرة اليدين غالبا يكون فيها خطوط كثيرة بسبب غسيل اليدين وتعرض لاشاعات الشمس واسباب كثير يحفز زيت فيتامين اي على زيادة انتاج الكولاجين اللي راح يخلي بشرة يدينك شبابية خالية من الخطوط وعلامات التقدم بالسن يعضي بشرة يدينك تفتيح وتبيض ويجدد خلايا البشرة يرطب اعماق بشرتك ويقضي على الجفاف بسبب الاهمال او غسيل اليدين المتكرر يقضي على الكلف والتصبغات والبقع الداكنة ويخلي يدينك كلها نظارة ومشدودة يحارب زيت فيتامين اي الالتهابات الجلدية مثل الاكزيمة والصدفية ايضا يساعد على التخلص من الكلف والتصبغات الجلدية يخفف من اثار علامات تمدد الجلد العنيدة ويعتبر ويصنف من اكثر الفيتامينات اللي تحتوي على مضادات اكسادا اللي تحارب الخطوط والتجاعيد عشان كذا انا استخدمتها غير عن كل زيوت الثاني صراحة مرة قوي بشد البشرة وهنا بنات الفقرة المفضلة اللي هي خلط المكونات مع بعض رح نخلطهم كويس ونتأكد من تجانسهم كلهم مع بعض وهنا بنات انا فرتها على يديني بصراحة يتوزع بسهولة وما يغث ولا يتعب ابدا رح تحسين بشعور وانثة ويحلو وهذا غير النتائج اللي بتخليك طايرة من الفرحة تحطينا ثلاث مرات بالاسبوع وتخلينا ثلاثين دقيقة وبكذا نكون انتهينا من فيديو اليوم اشتركوا في القناة